مابيل ميزان مابيل ميزان من الاثنين للجمعة مع تسعة ونوص متاع السباح السباح الخير سباح النور اعزائنا المستمعين يتبعوا فينا على البانده فايم تسعين فاستليثة والا على الباج فيسبوك الحياة فايم في برنامجكم مابيل ميزان اللي تعودتوا واستانستوا به وكل عادة باش تكون حاضرة معانا مهندسة التصميم الداخلي اميرا شعباني سباح النور سباح الخير سباح الحمدلله الحمدلله به توا المطار بدي تصب الدنيا نقوله هكا ام بدي تبرد تبرد شوية في الليل به داخلين احنا توا في الخريف داخلين على الشتاء ديارنا بينصير مش مش تقعد كما هي مش نعاودوا كل شي مش نفرش وزراء بينا مش نعملوا حاجات ضوك احنا توا مش نحضروا رويحنا للخريف والشتاء فمع حاجات نحضر معناها مش نطقي مش يدخل علينا الخريف وشتاء شنو ما الحاجات النجمونا عملوها في ديارنا نبدلوا بها خطر صيف بالحق معناها خرجوا بداية معناها حيوم وجينا توا للخريف صحيح قريشوا شنعملو هميرة في ديارنا نعملو برش حاجات برش حاجات انت عندك اسويسي سبحة برش تقولين برش ها 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 وبرشة اسويسي تلي مش تقالينا بالحق نحسوا به شتي ونحسوا به الخريف كما قلت انت حصيبت السيبان خرج توا وقايت اللي مش نو دخلو للخريف وقايت التزانة والقهيوة في الليل والفرجعة والتلزة والركشة وكل شيء وقايت زي ده انو نهبطو زرابي متاعنا في البريودة دي مش نواليون سيبان لي خبينيهم وخسلنيهم وقايته وبل مش نهبطو زرابي متاعنا ون كالكو سوا اليتابي وإلا بش المرجوم متاعنا وإلا حتى الكليم يصير تندانس معناها ما تمشي شي تقول سيبان وعندي كليم ولا عندي واحد خليني نخبيه وإلا لي كي ما تشوف ديجا في التصاور صحيح وما تصاور ديجا ما همشي من تونس ما اوظر حتى الكليم متاعنا والمرقوم متاعنا قاعدين يستعملوا فيه البرى باك عليش احنا معناها عنا ثروة ومنستغلوها الكليم بالحق مزين برشة خاصة الوين متاعوا بالحق رائعة على اللقاء صحيح حتى كلكو سوا مش تاخدوا في الوني معناه في البيج ولا في القريج ولا حتى مش تاخدوا كشارجي تنجي معناها تدخل كينو كان الاسباس متاعك كليغ دخل حاجة شارجي ما تقلقشي هو مزين على اللقاء بالحق يعطي معنا في الوينه الكل في تفاصيله الكل مزين على الاخر الكليم يعطينا رونه ويدافيره ويدافيره معنا تو برشة من الناس تمشي لك للازرابي ذوكك المودير انو الكل ألقك الكليم في الشتاء تعنا الشتاء على الاخر معناها يدافي بالك داي الكليم ديجا التصوير اذا شفت تحسك الفوريور اذا تحس تخلش عليك الجلد متاعنا بتاعنا احنا ديجا مش نحكيه شوية عالحيوانات نحط الفوريور صحيح صحيح اما الفوس فوريور يعني ماذا بينا نبعد شوية عالحيوانات ما نضرهم شي نخليهم على رويحهم وناخذوا الجلد متاعنا ذيكا متاع العلوش اللي معنا بطبيعته موجود معني خطفهم برش عبيد يقولك ما ما نستعملوه شي ما نعرش كيفاش نستعمل كيفاش نخسلو كيفاش ندرشنو اما بالحق راهو كي تخسله كي تنظف بالحق مزيين عن الاخر روياتي وحتى في الصيف يبرد روي قبل يعني كنو من عرش يعملوا هكي يقلبوه الجلد ويفرشوا عليه حتى اللي بيبيت يبرد على الاخر روي صحيح ماذا بينا كي ما قلتك نبعدو احنا شوية صحيح متاع العلوش متاعنا ذيكا يزمنا ركحوه الكل اما نبعدو على الحيوانات الاخرين خاصة نثعل بالذيب اذو كاستعملوهم برشا نبعدو علي ناخدو الفوسفوريخ خطرو يدفينا برشا في الاسباس ويعطي استيتيك مو حاجة مزيانة احنا دوما بنسك باللي تابي بش نحتع ديو مبعد للي بلايت ولي كوسان للي بلايت شنوما هما كل الغطيين اللي نفرشوهم نحطوهم كونا ديما نجيبو البطنية متاع البيت نجيبو الكويت المرة هذي ماذا بينا نخليوهم في في البيت بش كي ندخلو ديجا نتغطاو بيهم ونحطو ذوما لبلايت اللي هما عنا منهم برشا عنا منهم يا اما مش تستعملهم بالفوريخ وإلا بش تعملهم بالكروشي ديجا انتي حتى وانتي قاعدة في الصيف نجم تبدأ بشوي بشوي تحل اليوتيوب وتتعلم كيفيش تعمل ولا حتى ما معيتك وإلا أمك هيا حاجة مزيانة على الاخر كروشي بحق ولا يعملوا بها برش حاجة مزيانة على الاخر كيفيش معمولين معناها بالخشين وكيفيش مش تحطها على الفرش وإلا مش تحطها على السالان كي تبدأ مش تقعد مش تتفرج على تلف زواء إلا مش تشرب تيزانة بتاعك متها تتغطى بيها في نفس الوقت تصبح تحطها استيتيكما تبدأ مزيانة ومن المستحسن إذا كان أنتي عندك كما قلنا الموبل متاعك وإلا السالان تبدأ بالكلير أعطيها آخر تحط لبليد هذو ما تحطهم غمقين شوية فمش تحطيهم غمقين للإespace كيف كيفيش تحطيهم كيفيش تحطيهم كيفيش تحطيهم جدا لكوسان متاعشتي متعصيف طلقهم كما نقولو التسيوم بتيحو متبرد طلق الساتان طلقا ماذا بينا في شتين هذوكم نخفيوهم معناها بالحق خلينا بسيط باش ما ما نستاهلكوه مش باش حم نفدوش منهم وميت هلكون ناج دونك خليلي كوسان متاعصيف نخبيروهم وتوين مدوا لكوسان تعاشتي يا إما مش تخدمهم بالكروشي كيفهم كيما البلايد وإلا بشتخدمهم بالفلوغ ما حلية تبدأها كبلايد وعندها نفس الراقيل على الكوسان مزينا برشة وإلا بالفلوغ كما نعرف الفلوغ دجا ناس الكل نستعملوه في الجتي ناخذوا اللي كولور اللي نحب عليهم احنا ونبدلوا لكوسان تعنا ويعطيونا حاجة مزينا زيدا كيف كيف حتى بالحيك زيدا حتى الحيك زيدا يدفي كما تعرف يدفي والحيك موجود عنا الهني في دونس ونس الكل تعرفوا أما خصارا ما نستعملوهوش برشة ونسينيه في الخارج ولا يستعملوه بالكدي دجا حق ولا في التصور الكل في الدكوراسيون بتاعهم انتغيور دي ما فيش تتلقاهم يستعملو الكروشي يستعملو المرغوم الكليم اللي هم نتعنا نحنا بحقن وحنا ننسوهم ما ندخلنا في المدير نقوله معنا كل شي مدير نقر هو كل شفتك الطابعة ترديسيوني المحلي يدخل معنا حاجة مزيانة على الاخر احنا خذينا احنا خذينا الافكار متاحهم وهم اخذيوا الافكار متاعنا حنا خذينا الحاجات اللي هما يستعملوهم اكثر وكانوا يستعملوهم بصيف وشتي احنا نستعملو في يمتاع هما العكس هما في الشتي يبدلوا في الصيف يبدلوا على حسب اللي عنا احنا لهنا معنا في الدول العربية متاعنا احنا نجمو نعملو حاجتين معنا حاجة الاني قلت كيما قلت مبكري معنا باش متتهلكشي بالحق تقعد يرابل معاك خلي هالصيفة ديك اصلا انتي ما تقلقشي منها معنا خباها وخرجها معنا تولي كيز رابي بالحق معنا انك تخباها في الصيف تخسلهم وتخباها وتخرجهم فشتي خك متقلقش منهم معنا يقدو دي ما محليهم مزيانة مش نحكي اكتر زيدة على الوامير دي ما انا نحكي على الامبيانس وعلى الامير دي ما انا مش نخرقو عامبيرس شالوروس من المستحسن انو نستعملو شوية الي اللي هم اشلومة اللي يبول يبدو فيهم اللي ميار مندخل ولا حتى نجمة ولا دي ما نستعملو في ليس باس دنفان ولا حتى في السي جور حطوهم كالكسوعة مش الله سقوهم في الحيت ولا بالجس بالكولفور والا بالسيليكان وإلا حتى في الشامبر دون فونج وحتى في بلاس البجور وجوز تتعلق في القاع ويعملت تحبط هذه كمحلية أمبيانس شلوروز وفي نفس الوقت تحس روحكين الشامبر متاعك ديفيا وإلا سالان ديفيا على البوجي زيدنا نعم ما ننسيوش البوجي زيدا البوجي يعطيونا شلور معناها حاجة شلوروزة على الأخر ويدافيو بالكداد من مستحسن زيدا كيف كيف في الصيف منستعملوها مش كامل وننسبات فشتي ماذا بينا لو كان فوق الطابل متاعنا تبدأ فمان سيبور في دي بوجي في دي بلانت سبار مثلا يعطيونا ذيك يعطينا ديما حاجة دفينة فمتني وأي حاجة معني مستوحات من الطبيعة ديما تبدأ مزينا على الخيط دجا ذيك اللي قلت عليه ذيك كلمتا عزقوك وذيك شتير ريش نحكيو عليها فالزاكسسوار غير البوم ببن ذيك مزينا على ختمشي زيدا مع البواينا نار تمشي زينا برشة ذيك نجمونا نحطو في البوجي ذيك مزينا برشة ذيك توا كما قلت لك الهني اللي بلانت والكل والبوجي ذو من المستوحين من الطبيعة بالحق إذا تعطي حاجة مزينا على الخيط حاجة بير معني مزينا على الخيط كيف كيف توا في الزاكسسوار كما تعرف الصيف كالكو سوا في الشامبغ ولا في السالان كل ديما نمشي ولي اللي كولور كليخ ماذا بينا تولوك نخبيوهم في كردونا ونمدو حاجات متعشتين لي مش تحساسنا بالتفاء نبعدو شوي على فلامان غوز نبعدو شوي على كالاناناسا نبعدو شوي على كولور فغواد ونحطو لكولور شوت اللي هو من أكثر الحاجات اللي تحساسنا بالتفاء اللي هو البواء اللوح بالحق يحساسنا بالتفاء على الاخر ديجا هما في الخارج في البلايس البيردة على الاخر ديما ديما تلقى اللوح ديما تلقى اللوح ماذا بينا لو كانس الأوضل ديجا نشوف تصويره عنه كونسور محطوطة مع هالميرواغ ديجا حتى الزاكسسوار اللي محطوطين هذو كي يعطيونا ديما تفاء والحيط تتخلصها بالحجار بالحجار اي نحنا إذا كان حد مشي بني دار وماذا بيه كيما قلو في بلاسة بيردا كل ماذا بيه يعمل الحجار هما هو ما نمشي تنتقل من فصل الفصل ما نواليونا نبعدو شوية كيف كيف البوم دو بان كيما قلت انتي موجودة اقوغو موجودة ديجا حتى في الشيرع تارضك تنجم هي طارحة ما فيها باسلو كانت هزا ما كش تكلف لك حتى شاي نعملوها مسحة هكا صغيرونا زي نلنا الاسباس وفي نفس الوقت ايوه ونحط فيها الشماء كان حبيت حتى تنجم فاش فيشة تشريها مفاك يوليت هناك الكسوة دوغي ولا نرجع لها حكينا في البرح وتعطينا اسباس تعطينا حاجة مزيانة على الخير كيف كيف كيما تشوف هنا بوا الدب ديجا يرجع هنا شوية الاشتايد ديز اكسيسوا غون بوا هدهو ما يصير مزيانين ويعطيونا ديما انفلوه هو ريقد الدب رو في الشتايد كيف نشوفه يقول احنا يقوم كبشيكل او يقوم كبشيكل هو كا بنشوف تصوير عليه من بعد تاو بشيحكيو على شميني شميني عندك اسجيس؟ اسجيس بي محبش تقولي لي اميرا بشيحكيو فيها تاو بطي نقول هالاستاد المستمعين مبعض ما قولي لك شو عادة تباية بان كان الناس اللي عندهم شميني من مستحسن تاوه وقيت باش نتفقدوها باش نشوفوها في اين نقفوها كان اليتانول الذي كان وقيت باش نشارجيوها باليتانول نشوفو الضاوس كومريقل ما هو شي مريقل كان اللي بالشروق نظفوها نريقلولها امورها كان فهم غبرة ما فهماشي الكل ينسور زمن النظفوها خطر صحي نراي مش باهي على خطر صيف كامل تلم الغبرة والوسخ وكل شيء مش معنى نهارت اللي نبردو نهارتها نخدموها لي مش تولي مضرر بصحة لنا مش تولي مضرر بصحة لخل دون كيز من النظفوها سورتو الشاروق اللي فيها الشاروق وحتى اللي باليتانول زادا متساش ان هو الليتانول حتى كيقعد بريود معاينة ما تستعمل هيشي النجم حتى كيما قولو يعمل كلكوش ذا بينا كنا نتفقدوه ننظفوه نعودو ملولو جيد نخدموها بالنسبة للعبيد اللي ما عندهم شي شميني جبتلكم اميرا شميني للدار من غير حتى شي جست مش تحط اليوتيوب مش تحط شميني في الرجل مش تطلع لك شميني بتاعك ومش تحطها عالتالفزة فاند الكران كاملة ديجا انتي وحدك وحدك الصوت متاع التكتيكة متاع الشميني مش تحس كياني هي موجودة بالحق جربتها بالحق جربتها والله معنى عن تاجربة كما قلو فاتحط شميني في التالفزة تحطها في اليوتيوب حتى كي ما عندكش مثلا في اليوتيوب حتى بالبيسي يتناجم بالكابل جس تشعر تكديها بالكابل حتى كي يجي كذيف للدار وإلا لسانون كنتم مش كمش تقعدوا تتلها وتفارجوا في التالفزة بيان شر ايه مش تقعدوا تحطوا كل البلايد ومش تحطوا تتبا حديكم لكوسين تيزان ومش تبدأوا تحكيو بصوتها هي واحدة تكتيك متاع الشميني مش تحس روحك اللي انتي ديفياء هيا لفضل هيا لفضل هيا لفضل ان شاء الله تكون عشبتكم وعن تجربة بالحق جربتها فمدني جس تحطها هي في تالفزة سيلا على الاخر ما تكلفش حتى شي مش نقود نكسروا نشريوا في شميني هاو كي يبدأ عنا فلوس مسالي شن نشريوا اما حاليا انتوا اللي عندو شهوه من الجمشير يعملها يحط اليوتيوب ويحط شميني كهو في المشارش وتطلع منها للشميني ديما نشو قد تسمع صوت النار وصوت النار واحد كواحد احنا ديجا شميني من نقربو لهيش اكل حسك التكتيكة ذاك هو اللي حسسنا بالتفاق عنا ديجا احنا نسمعو فيه معناه وبالتباع مش تبدأ البلاد وكل شي مانا مش نبديو كيفين بطباعات كي زانا كي سين نحضروا الكي سين متاعنا منتوا نشريوه وامورنا وامورنا وحكا ويدخل الشتي واحنا ديجا نبديو دافيت ان شاء الله يا ربي حينا بخير يا ربي ان شاء الله يبعد علينا الكورونا بالحق ونبديو نرجعو نتلمو ومبعض ولا لابد لكم ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي ميرسي بيان اميرا شكرا لكم اعزائنا المستمعين بطبيعة الفيديو تلقوه ان شاء الله بعد شوية على الباج اوفيسي الفيسبوك الحياة تفهم كنت معكم ارواغيث كوتي ميكرو امن ابو الخيط في الاخراج التقنية محمضية فجرية امن لكم ديجيتال مابيل ميزان مابيل ميزان من الاثنين للجمعة مع التسعة ونص متى السبع